مشاهدينا كثر الخير في شهر رمضان وما زالا مستمرا فالكثير من الجمعيات والأفراد المبادرين ساهموا في تقديم العون والخير لكل من هو محتاج ومنها الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية ومعنا ماهر القديري ليحدثنا بتفاصيل عن حملتهم بعد شهر رمضان تحت عنوان الحقيبة المدرسية الله يصبحك بالخير أستاذ ماهر كيف أصبحت؟ الحمد لله رب العالمين أهلا وسهلا فيك طبعا أستاذ ماهر تحدثنا شوي عن تاريخ المؤسسة الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية عطاء هي جمعية خيرية أهلية مرخصة حسب النظام القانون اترخصت عام 2005 في الأراضي الفلسطينية وبتعمل في ثلاث محافظات رئيسية محافظة رمضان والبيرة ومحافظة القدس ومحافظات قطع غزة الجمعية بتشتغل في مجال التنمية المجتمعية وتركز على ثلاث فئات رئيسية اللي هي الأطفال والشباب والمرأة وبالتحديد بنركز كمان على المشاريع الموسمية الإغاثية تكونها مشروع طرود الخير الرمضاني حملة عطاء الخير في شهر الخير وكمان في عنا مشروع الحقيبة المدرسية وفي عنا كمان الأنشطة الصيفية والشتوية المخيمات الصيفية والشتوية وكمان في عنا مشروع أضاحي العيد وبالإضافة لأشياء اللي بتكون طارئة زي مثلا موسم التلج وكمان حرب غزة وكل الأمور هاي توضع مساعدات طبعا احنا بنكون جاهزين على مدار العام من خلال أعضاء مجلس الإدارة تبعنا والهيئة العامة والفريق المتطوعين ومتطوعات اللي على مدار العام وعلى مدار اليوم 24 ساعة الحمد لله يعني في الميدان أكيد أكيد بالنسبة لحملة عطاء الخير في شهر الخير تحدثنا أكتر مشروع عطاء الخير في شهر الخير هي بتنفذ للسنة التاسعة على التوالي في الأراضي الفلسطينية المميز فيه أنه للسنة التانية كان تحت رعاية بنك القدس ودكتورة ليلة غنام محافظة رب الله والبيرة تركز بداية على محافظات الضفة الغربية والقدس غزة مقدرناش نشتغل فيها المشروع استهدف من 1500 ل 1700 شخص إن شاء الله عدد كبير في هذه المناطق في محافظات مختلفة الطرد الرمضاني هو عبارة عن سلة غذائية رمضانية فيها المواد الأساسية اليومية والرمضانية عدد الأصناف فيه من 22 إلى 33 صنف في كل طرد غذائي حسب عدد أفراد الأسرة إحنا أسمينهم ألف وبا وجيم الألف اللي هي الفئة الأكبر عدد أفراد أكتر فئة باء أقل شوي فئة جيم اللي هي بتكون عدد أفراد الأسرة أقل من أربع أشخاص فمدون طبعا كمان بالإضافة للمواد الأساسية بيكون في عنا كمان التمر والسميد عشان كمان العيد والمعمول يقدر يعمر معمول صحيح الشعب الفلسطيني عنا العادة الكعيك والمعمول هذا فإحنا كل الطرود أشملناها للسميد والتمر لكل المستفيدين لكل عدد أفراد الأسرة الألف وبا وجيم اشتغلنا من بداية شهر رمضان حتى آخر يوم في رمضان 30 يوم استهدفنا مناطق مختلفة استهدفنا مئفئات مختلفة الأيتام الأسر الفقيرة والمحتاجة الأرامل المطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة في كل المناطق نصخنا مع عديد من المؤسسات في محافظات مختلفة وكمان أجانا كتير مناشدات على صفحتنا على الفيسبوك ومن خلال منسقين في المناطق يعني ما شتغلناش في منطقة واحدة شتغلنا في كل المناطق ركزنا في محافظة رمالا والبيريا واستهدفنا كل المخيمات والقرى اللي داخل حدود المحافظة وبعض المناطق اللي خارج حدود المحافظة طب كم يعني ما حتوصل للرمضانية لو تحدثنا شوي أكتر بالتفاصيل يعني أنتم ماخدين بعين الاعتبار أنه احتياجات شخصية حلو أنكم ماخدين أعداد الأسر هاي لفت المنتازة لا إحنا طبعا كل مشاريعنا في الجمعية بتتنفذ حسب عدد أفراد الأسرة حسب يعني حدا عنده اثنين إعاقة حدا ما عندوش حدا عنده طالب جامعة حدا عنده عدد الأطفال تمانية كلهم أو تسعة كلهم في المدرسة كل هاي الأمور ماخدينها بعين الاعتبار من خلال عنا استمارة بيعبوها الباحثين عنا في الجمعية وكمان في بعض الحالات يعني بنزور بعض الأسر في بيوتهم في أماكن سكنهم عشان نتأكد من البيت ألية السكن طريقة المعيشة كل الأمور هاي السلة الرمضانية بتحتوي على المواد الأساسية زي ما قلنا الزيت السكر الملح الطحين السميد المعلبات زي الفول البندورة اللحمة زيت الألية الشعرية الماكرونة المربة الطحنية الشاي يعني هدول اللي متذكرهم بس حوالي من اتنين عشرين لتلاتة وثلاثين صنف فيهم كل شيء العجوة كمان يعني الملح يعني كل الأشياء الأساسية اللي بتلزم في البيت وفي رمضان كمان فيه إشي أجانا في طرود جاهزة أجتنا فيها شوربة ماجي فيها حليب أطفال فيها حليب سائل حسب فيها كوكا كولا اللي هو المشروب والعصير وفي إحنا طبعا عبينا إحنا في الجمعية الطرود العادية اللي هي فيها كل إشي باستثناء بعض الأسياء اللي هي مش أساسية اللي هي الكماليات أكيد أكيد وبالنسبة لحملة الحقيبة المدرسية حدثنا شوي أكتر من وين إجت الفكرة مشروع الحقيبة المدرسية كمان إحنا بنفده للسنة التاسعة التوالي طبعا مشروع الحقيبة المدرسية لحتى الآن إحنا شغالين في بداياته بجهود ذاتية وبتمويل ذاتي من الجمعية لحتى الآن يعني ما أجناش تمويل ولا من أي قطاع خاص ولا من أي جهة بس الحمد لله إحنا بدنا نحصر عدد المستفيدين وبدينا جهزنا عدد الأشياء الأصناف اللي بدها تكون في كل حقيبة يعني حقيبة زائد قرطسية طبعا هاي الحقيبة والقرطسية ما بتكفي طول السنة يعني هذي أشياء أساسية إنه يبدأ الطالب فيها أول شهر شهرين في المدرسة لأنه زي ما منعرف إنه الشنتة يمكن ما تقعد الشهرين مع الطالب بده كمان شنتة وكمان شنتة في كل فصل شنتتين أو ثلاثة وكمان قرطسية ما بتكفيش لطول السنة فإحنا بنشتغل على الأشياء الأساسية اللي إنه الطالب يأخذ حقه في التعليم يعني في بداية أول شهر في المدرسة أو شهرين وبعدين الأمور الأخرى بصير فيه عدد الناس المحتاجين أقل وممكن إحنا نتواصل مع هذول الأطفال من خلال المدارس وكده طبعا الشنتة فيها حوالي عشر أصناف أنت جايبها معك؟ جايبها معي طبعا آه فرحينا شفيها مش غالب طبعا راح يكون فيها دازينة دفاتر اللي هي اللغة العربية والإنجليزي والرياضيات وفيها دفتر رسم ومألمة كمان ومطرة مية ممتاز يعني ماخدين كل شي بعين الاعتبار طبعا وفيه عندنا الهندسة عشان الرياضيات وفيه الألوان كل المواد يعني انتشار بيه كل الأشياء الأساسية مصطرة اللي هي الطوابع اللي بتيجي على الدفاتر والكتب كمان النيلون اللي راح يتجلد في الدفاتر والكتب راح يكون موجود وإعلام الرصاص مجموعة إعلام بس هاي مفروض بالله تكفي لآخر السنة إذا طالب مش كتير مجتهد وفيه بريات ومحيات بس أنا شكلي من السرعة كإني أنا نسيهم مش مشكلة ممتاز يعني انتشاملين كل المواد هذه الأشياء الأساسية إحنا يعني عملنا استبيان وجهزنا فيها اللي هي كل أشياء مقلمة مطرة دفاتر أقلام رصاص مصاطر براي محاي دفتر رسم علبة هندسة ألوان خشب طوابع وجلتين هذه الأشياء بتحفز الطالب أنه يكون ما عندوش قصور أنه أنا ما بديش أروع المدرسة أو أهلي عندهم مش إمكانيات يوفروه هاي الأشياء إحنا بنسلم في الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي هذه زي دفشة صغيرة للطالب اللي بلدش إنه ما يلوش عذر إنه أنا أهلي ما عندهم مش إمكانيات لا كل الإمكانيات اللي بتوديك على المدرسة بنوفر له ياها في بعض الأحيان بتم توفير الزي المدرسي بس مش بكميات كبيرة ومش كل سنة بس متع المدرسة كمان؟ طبعا حسب الإمكانيات العامة حسب إذا المشروع إحنا أجانا تمويل بنجيب المريول تبع البنات والزي اللي هي البلوزة الزرق أو البنطرون الجنز تبع الأولاد بس هذا مش دايما يعني حسب الوضع العام تبع البلد بتم تسليم الطلاب من خلال كشفات بنسليمها من المدارس اللي إحنا بنتابع معاها عن حالتهم عن وضعهم مثلا يتيم أسرة فقيرة بالطلاح يعني الأهل المنفصلين يعني الأمور هاي بنراسل المدارس داخل حدود المحافظة بنبدأ في المخيمات زي مخيم الأمعري مخيم قدورة الجلازون بعدين بنروع مخيم قلندية وبعدها بنراسل المدرية التربية مثلا مدارس البيري مدارس رمالله مدارس بتونيا بعدين بنروع المحافظات بناخد مثلا مدارس عشوائية بالتنسيق مع المحافظ في كل محافظة بنستهدف 11 محافظة في اللي هم في الضفة والقدس إحنا يعني حطين احتمال إنه سنة يكون عندنا عدد الأطفال المستفيدين مش أقل من 1500 طالب وطالبة في الضفة الغربية والقدس يعني هو عدد بسيط ومش بسيط في نفس الوقت ما الواحد بيبدأ يعني منيح منيح يعني يعني إحنا كل سنة بنستهدف بس محافظتين ثلاثة السنة يعني عملنا خطة إنه إن شاء الله راح نستهدف مش أقل من 11 محافظة لموجودات في الضفة والقدس نستهدف 1500 طالب وطالبة ونعمل إنه يكون العدد أكبر إن شاء الله شوي بس يعني هيك إمكانياتنا إحنا كلها ذاتية وبجهود ذاتية يعني معناش الإمكانيات الكبيرة إنه إحنا يجينا تمويل خارجي إنه نستهدف عشر تلاف أو خمس تلاف هذه إمكانيات صعبة حتى يعني الحكومة نفسها يعني ما عندهاش إمكانية إنها تغطي كل المحتاجين والفقراء في كل فلسطين إن شاء الله إن شاء الله يعني لقدام مسلم وضع هذا جزء من عمل الأساسات المجتمعية إن شاء الله أكيد طب خطواتكم القادمة يعني إحنا يعني ما أخذناش ولا يوم بريك بعد رمضان كانت الحملة وهلأ بدنا كمان في مشروع الحقيبة في عنا بداية الشهر الجاي لشهر تمانية مخيم صيفي باستهدف حوالي من تمانين لأمية طفل وطفلة في محافظة رمضة والبيرة راح يكون مدته من أسبوع العشر أيام طبعا مختلف الزوايا الفنون والحرف الأشغال يدوية التراث الدبكة الفلوكلور الشعبي الرياضة كمان زوايا الإبداع المهارات تنمية قدرات الطفل هذا المخيم راح يتنفذ في محافظة رمضة والبيرة داخل حدود المحافظة كمان في نهاية المخيم يعني نأمل أنه يكون عندنا إمكانيات منيحة أنه كل واحد شارك معنا نعطيه شنطة على حقيبة مدرسية وممكن أن نفض لهم نشاط ترفيهي داخل حدود المحافظة يعني قبل ما يبدأ العام الدراسي رحلة بسيطة يعني يعني إشي ترفيهي تربوي عشان تبدأ المدرسة أو السنة الدراسية نفسية حلوة نفسية حلوة ونشطين ومتميزين الخطوة اللي بعدها راح نباشر في موضوع الحقيبة اللي هو راح يبدأ من بعد 24-8 توزيع الحقائب وبعدها بنبدأ نجهز لمشروع أضاحي العيد اللي هو كل سنة بنفضه في كل المحافظات نعمل أنه السنة يكون أحسن من إحنا الحمد لله يعني كل سنة بكون عدد المستفيدين أكتر وعدد الناس اللي إحنا بنساعدها أكتر والإمكانيات بتكون كل سنة أحسن من السنة اللي قبلها طبعا هذا بدل على إنه الحمد لله يعني المصداقية والشفافية طبعا شعبنا الفلسطيني سباق على الخير التطوع من ألاف سنين موجود في الأراضي الفلسطيني أكيد عنكم عدد كبير من التطوعين الحمد لله رب العالمين الفلسطينية كلهم متطوعين كل الشعب الفلسطيني هم متطوعين أكيد كانوا طلاب أو موظفين أو عمال إحنا كلنا شعب تطوع يعني صحيح وكمان القطاع الخاص الفلسطيني فيه خير أكيد لأنه بلدنا إذا إحنا مساعدناش حالنا لحالنا ما نتأملش أنه حدي ساعدنا الدول العربية التانية مشغولة بهمومها وبمشاكلها من خلال قطاعنا الخاصة يعني يساعد الأقرب لإله صحيح الأقربون أولى بالمعروف أكيد قطاعنا الفلسطيني الحمد لله من سنتين ثلاثة بدأ يكون أحسن من الآخرين حمد تطور وفي عندنا تمويل منيح في البلد وإحنا يعني ضد التمويل المشروط اللي بدخل على المؤسسات الفلسطينية اللي تبع الأمريكي أو الأوروبي تحاولوا أنه منكم الحمد لله إحنا كل تمويلنا كل برامجنا هو تمويل عربي وكمان تسعة وتسعين في المية هو من القطاع الخاص الفلسطيني بنركز على الشركات القطاع الكبيرة زي البنوك وشركات التأمين الغرفة التجارية وكمان التجار ورجال أعمال فلسطينيين تلاقي كتير ناس بساهم طبعا البلديات المحافظة كل الناس هدولا يعني في خير وفي ناس كتير بتساعد بدون أي صفة يعني بيجي حدا متبرع بقولك أنا بدي أنا أجهز ميت شنتي ميت حقيبة أو ميت طرد أو يعني صروف منهم لحالهم صحيح نوع من يعني إحنا كل الحمد لله كل نشاطاتنا بنوثقها على صفحتنا على الفيسبوك نوع من الشفافية والناس لازم كل واحد يعرف كل إشي وين بروح يعني حدا تبرع صحيح كل حدا تبرع في حقيبة إحنا بنصور البيوت اللي بنزورها طبعا ما نصورش أشخاص وبنصور كل الأشياء اللي بنشتغل فيها من خلال الجمعيتنا علشان نثبت للناس إنه البلد لسه فيها خير أكيد ما يخدوش فكرة عن إنه الجمعيات أو قطاع الأنجي أوز إنه سيئ لأ أد ما يكون سيئ إحنا بفلسطينية ومناح وبنحب بعض أكيد 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 كلمة أخيرة بتحب تواجهها للجمهور يعني أنا أول شي بشكر قناة الفلسطينية والقائمين عليها والطاقم الموجود على اهتمامه بالمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وعمل خير وبشكر كل الداعمين اللي بيسندونا على مدار العام وعلى رأسهم يعني المحافظة وبنك القدس وكل القطاع الخاص الفلسطيني وبنحكي لكل الناس اللي بحب يساعد إحنا موجودين على صفحتنا في فيسبوك الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية عطاء وبنتشرف كل الناس إن شاء الله أكيد بحب أشكرك على قدومك وعلى كل هذه المعلومات القيمة أهلا بك مشاهدينا كان معنا الأستاذ ماهر القديري حكالنا شوية عن عمل الجمعية وأكيد فيكم تشوفها الفقرة على اليوتيوب رح ننتقل له فاصل قصير وراجعين موسيقى